السلام عليكم. لو عندك بقى نص تدري فرخة وحبتين بطاطس تعال اعمل الاختراع ده لولادك. هتبهريهم بجد. هنعمل مع بعض في شر الفراخ او شيكين بوب كورن. ويكوب بيات البطاطس. في الاول كده عند حبتين بطاطس. نفس حجم حبات البطاطس اللي قدامكو دي. هنقطعهم كده مقعبات. وهنزل بيهم كده في المية. وحطوهم كده على النار على طول. ونرش كده الملح. طبعا الملح حسب الرغبة. وبعد كده بسيبها السلق كويس جدا وصفية. لازم تكون متصفية كويس من المية. وامسك بقى البطاطس بتاعته هي سخنة. اهرسها بالشكل اللي انت شايفينه قدامكو ده كده. بالشوجة او بتعديها من مصفة تكون عيونها دايقة. تمام? اهم حاجة البطاطس بتاعتك تكون مفيش فيها اي نسبة مية. وبعد كده نهرسها وهنزل بقى عليها بقى بمالح وفلفل اصمر وكمون وكسبرة. تلات معالي اكبر كده من النشا. وكمان كوباية كده من الجبنة الرومية او الجبنة المتزرلة او اي نوع جبنة موجودة عندك. تطع عاملنا البطاطس دي. ممكن كمان تحط بابريكة اه توم بودر او بصل بودر. بوهر فراخ. اي حاجة اي بوهر انت بتحبيه دفيه في الحتة دي. بعد كده اعجن الكلام ده كويس جدا لحد ما وصل للقوام اللي انتو شايفينه قدامكو ده كده. شايفين العجنة بتاعتي بتشكل معي بكل سهولة. بتلزقش في ايدي ولا اي حاجة خالص. لو حسيتوا ان البطاطس بتاع الكوليسة محتاجة معلقة نشا. ضيفوا لها. بس هتكون انت كده ما صفتهاش كويس. يعني لو انت ضيفت نشا يبقى انت ما صفتهاش كويس. انا طلعت معي مزبوطة ونعمل زي ما انتو شايفين كده. جبت كوباية وحطت فيها كده كيس تلاجة نضيف. وآآ قطعة كده من عجنة البطاطس. حطتها كده في كباية وجبت كباية او برتمان آآ وبدأت ان انا اساوي بقى القعب بتاع الكوباية كده. وبدأت بقى ان انا ابني الاطراف بتاعت الكوباية. تمام? بتبرمي كده قطعة البطاطس كده في ايديكي. وبعد كده تبتدي تبني الاطراف بتاعت الكوباية. وخلي بالك الكيس اللي انت حطاه ما يدخلش في العجينة. يعني وانت بتحطي خلي الكيس كده نحية برة. طبعا يعني لو انت حبل الكوباية يعني العجنة تطلع معاكي بكل سهولة من الكوباية. ادهني الكوباية نفسها قبل ما تحط الكيس بنقطة كده من الزيت. تمام? لقى ان الكوباية دي دواختني عما طلعت. وفي الاخر اتنطرت مني كده مرة واحدة. واتكسرت. فعملتها ايه في الاخر كده زي صوابع كفتة? بس طبعا ما جبتاش معاكم في الفيديو. المهم احبت ان انا اقول لكم عشان انت تعملوا ايه? تدهنوا دهنة الزيت دي. تمام? اه لكن البقين طلعوا معايا بكل سهولة. بس انا حبيت اديكم نصيحة عشان ما تقعوش في نفس الغلط ده. المهم اه شايفين العجنة بتاعتي اي حتة كده فيها تشاؤقات بدأت ان انا الحمها كده ببعضها. يعني ايه? وانا بحسس عليها كده. تلاقيها خلاص تلحمت بقى ببعضها. وبقت ايه كلها متساوية بالشكل ده كده. هغطيها بالشكل ده. ودخلها الفريزر. ما تقلقوش الكوباية مش يحصل لها اي حاجة خالص لان دي مش مادة سيلة. يعني مش هتتمدد فيها في المادة السيلة. يعني مش هتخلي الكوباية تتكسر. فاهميني? ما تقلقوش على كوباية يعني. لان دي مش مادة سيلة. دي حاجة مجمدة. اي حاجة فها ميا هي اللي ممكن تخلي الكوباية بتاعتك تتكسر معك في الفريزر. يارب بتكونوا فهمتوني. المهم دخلتها الفريزر عايزها تجمد تماما. يعني انا حطتها في الفريزر واشتغلت فيها تاني يوم ماشي دلوقتي بقى كده جيبت بولا تانية البولا دي طلقت معي بسهولة مدوختنش بعد كده لما جيت اطلع منها عجيمة البطاطس مدوختنش ولا اي حاجة خالص بس هي الكوباية عشان لها ايه لها ارتفاع عن البولا اللي قدامكو دي المهم انتو بقدونها دهنة زيت قبل ما تحطوا الكيس خلاص بعد كده البولا دي برضو عملتها نفس الطريقة بتاعة الكوباية بالزبط حطت كده قطعة كده في القاع وبدأت ان انا ابني الاطراف بالشكل ده والحمها كده زي ما انتم شايفين بحيس يعني ايه وانا بطلحها ما تبقاش ما تقصرش في ايدي ولا اي حاجة دخلتها بقى الفريزر وزي ما قلتلكم تاني يوم هشتغل فيها اون تسبوها تجمد تماما بعد ما دخلت كوباية البطاطس في الفريزر تجمد انا بدأت ان انا اتبل الفراخ عندي هنا علبة زبادي وعندي معلقة صغيرة من البهارات اللي انا هقول لكم عليها دي ملح وزعتر فلفل اصمر بهار فراخ كركم توم بودر وبصل بودر شطة او بابركة والبهارات دي هنعملها تاني علشان عايزينها للدقيق بقى تمام هنحط الكلام ده كده على الزبادي ونقلب تقلبها كده كويسة مش هحط اي حاجة اكتر من كده هنزل بقى بالفراخ بتاعتي طبعا انا سايبالكم مقطع كده صغير فوق اهو عشان تشوفونا قطعت الفراخ ازاي للي مش عارف تمام هو نص سدري فرخة وعملتي منه الكمية بتاعة الفراخ بتاعتي دي او الفشار الفراخ تمام تقبلتها واغطيها واسبها بقى التاني يوم اشتغل فيها هي وكبات البطاطس احنا كده تاني يوم طلعت كده كبات البطاطس من الفريزر الكبات دي بصوا يعني عاصلاجت معي كده شوية فبدأت ان انا شيلها وهي مجمدة ما قدرتش علها خالص طبعا لو كان فيها زيت كانت تطلع مياه بكل سهولة لكن اللي سبتها بقى فكت فاتهلت مني وقطعت فعملتها كفتة المهم هي انا ما جبتهاش معكم في الفيديو بس حبيت اقول لكم للامانة علشان ما تعوشوا ايه في نفس الغلط يعني تشتغلوا فيها وهي جمدة جدا وما تسيبهاش تفكة ابدا وفي نفس الوقت تبقي دهنة لو انت الكباية بتاعتك الاطراف بتاعتها عالية تبقي دهنة زيت تمام وزي ما شفتوا كده البولة طلع معي بكل سهولة اهي وانا عايزها جمدة خالص تكون لسه طالعة من الفريزر ونشتغل فيها ما تسيبهاش تفكة ابدا بعد كده انا عندي هنا كباية كده من الدقي دقيق مش متضاف لأي اضافات خالص هغلف كده البولة بتاعتي وبعد كده هحطها بقى في في البيض عندي هنا بالطين وملح وفلفل اصمر وده لات معالق كده كبار من اللبن او الحليب نقلبهم كده كويس وبرضو هغلف الكباية البطاطس بالبيض بالشكل اللي انت شايف هنا قدامكو ده الكوفر النهائي بقى عندي هنا فجتار جاهز اللي هو بتاع كنور وعندي فجتار سايب من عند العطار وكل الفلكس مطحور ومعلاقة نشا اي كوفر نهائي يا بنات عندكم ممكن تشتغلوا بي بدأت كده ان انا غلف يعني كبات البطاطس بتاعتي دي حسيت ان هي محتاجة كمان يعني ايه كمان مرة تانية ان تعملها مرتين ما تعملهاش مرة واحدة ده افضلك عشان تبقى متمسكة معكي وانتي بتحمرها في الزيت تمام طبعا الفجتار بتاع يعني فيه ملح وفيه كل حاجة مش دفتوله بغارات ولا اي حاجة خالص ولا ملح حتى تمام بدأت كده ان انا حطها كده في الزيت طبعا الزيت بتاعي سخن وحمرتها بالشكل ان شايفون قدامكو ده مجرد ان هي تاخد لون معاكي هتقلبها عالجانب التاني وهكزا تمام ما تسيبهاش بقى وتمشي لان دي بطاطس مهروسة فممكن تسيح منك في الزيت ماشي طبعا انا عامل لها كفرين فالكفر ايه ما تعمل لها كفرين بتمقى متمسكة معاك زي ما انت شايفة كده ما تعملهاش كفر واحد لا خلي اتنين دلوقتي كده بعد الفراخ بتاعتي ما تتبلت وشربت التدبلة بتاعتها كويس جدا طبعا زي ما قلت لكم اننا نتبلها من بالليل عندي هنا بقى كباية من الدقيق ونفس البهارات اللي احنا حطناها في تدبلة الفراخ هي هيها لانا حطتها في كباية الدقيق دي وانزلت كده بمعلقتين او تلات معلق كبار كده من النشا عشان تخلي الفراخ بتاعتنا بقرمشة كده وعندي هنا مياه بردا من التلاجة خلاص اخد بقى ايه الفراخ بتاعتي انزلها كده على طول في الدقيق طبعا انا بعمل الخطوة دي بنزل كده الفراخ في قلب الدقيق على طول لان الكمية بسيطة ومفيش فيها مياه law لو انت عاملها في في لبن ايه هتصفها طبعا من اللبن وتنزلها في الدقيق. بعد كده اللي بتهم كده كويس جدا لحد ما اتغلفوا كده بال ايه اتغلفوا بالدقيق وبعد كده ايه غلفتهم انا كده بايدي علشان انا عايزة يعني جنون كده بايدي كمسكون كده بايديكي كده ايه باسوى شوية بحيس ان انت تعمل القشور بتاعت اللي هي القشور بتاعت الفراخ المقرمشة. وكمان جبتي هنا مصفة بدأت ان انا نزل بقى نسبة الدقيق الزاي ده ايه على الفراخ. وآآ برضو بنفضها كده عشان تعمل لي ايه القشور اللي انا عاوزها دي. اللي هي بتاعت كنتاكي. تمام? آآ بعد كده بقى في طبق تاني نزلت بالا بقطع الفراخ. بعد ما صفتها كده من الدقيق. وفي نفس المصفة بغطصها كده زي ما انتوا شايفين عشان تبقى الامور سهلة معايا. بغطصها كده في المية البردة وارجع آآ احطها في الدقيق. ماشي وبعد كده اغلفها. واخد بقى الكلام ده على الزيت. خلاص ما يفعش ان احنا نحط آآ يعني لو انت عايزك قراري الحتة دي تاني قراريها. ان كنت تطلعها من الديق تحطها في المية وبعد انت رجعها تاني في الديق وتحمري برحتك خالص. يعني عايز تعملها تعمل الكفر مرتين. انا قلت كده كفاية يعني الكفر كده حلو عشان تحس ان انت بتاكلي الفراخ. مش بتاكلي دقيق. فهي مرة واحدة وبعد كده خدت بقى الفراخ بتاعتي نفطها كده من الديق الزيت. وحطتها كده في الزيت بتاعي سخن. طبعا سخن مش نوع نار قوي لأ. اللي يكون يعني اعلى من المتوسط كده بشوية. شايفين مجرد ما بتحطيها هي بتلقاها مسكت نفسها ومجرد ما بتاخد لون بتستوي معاكي مية في المية. لان هي ما تقطعها اصلا صغير. تمام? زي ما شفته كده اهو ما خليتش وقت معايا. وآآ احمرت وهي بتحمر كده على النار. رحت برضو ايه آآ يعني عملت بقية كمية الفراخ وضفتها زي ما انتم شايفين كده. لسه في كمان دور. ماشي? حطتها كده وانجرد ما بتحطيها بتلقاها مسكت كده في نفسها كده ومقرمشة وجميلة جدا جدا. شايفين مستوية ومقرمشة وطعمها حلوة جدا جدا. كل حاجة فيها مزبوطة البهارات والملح. بجد جميلة قوي قوي. طبعا انتم ممكن يعني تعمل الوجبة دي كوجبة غدا مش سناكس للاطفال ان هما يكلوه كده وخلاص لأ ممكن تبقى وجبة غدا. ممكن تحطها في سندوتشات. فكرة كوبات البطاطس دي يعني اختراع كده. وحبت ان انا عملها مع الفراخ البوب كورن. حاجة كده ترفض نظر الاطفال وهيحبوها وهيكلوها مع القطع الفراخ بجد جميلة جدا جدا. ما يونس بقى كاتشا باي صوصات عندك حطيها. حاجة كده ايه يعني ما شاء الله جميلة جدا جدا. شايفين? الطبق ده بقى مش هتلقوه حتى في المطاعم. جربوه كده لو لكوا بجد هتبسطوهم وهينبهلوا بجد والله. حتى احنا الكبار يعني هنحبوه. او بنحبوه بمعنى صح. شايفين? جميلة كان نفسيا انا سماعكو القرمشة. طبعا ممكن زي ما قلتلكم تتضال الاطفال با آآ اللي هي العيدان بتاعة او خلة الاسنان دي وياكلوا بها كده عادي. اتمنى كالفيديو يعجيبكم. طبعا لو عجبكم بقى الفيديو لا تنسوني باللايك والشير والسبسكرايب طبعا للقناة. سلام عليكم. اشتركوا في القناة.